بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتابع معكم الأزمة الحقيقية للطاولة السداسية في تركيا ماذا كتب عمر لاكسيز حول هذا الموضوع ماذا كتب عمر لاكسيز الصحفي التركي والذي يكتب في صحيفة ياني شفق يقول عمر لاكسيز تم رسم الطاولة السداسية بصورة كاريكاتيرية لتسليط الضوء على واقعها حيث تظهر سيارة بداخلها ستة سائقين مع اثنين من رؤساء البلديات تم وضعهما في صندوق السيارة وهذا دليل يشير إلى واقع ملموس وليس نتاجا للمعارضة السياسية هذا الوصف انعكاس لصورة الطاولة السياسية في مخيلة شعبنا فهو يشير إلى الترتيب النسبي الذي تم إجراؤه وفقا لمعدلات التصويت الحالية وعدد النواب لذا فإن هذه الصورة تدل على افتقار الطاولة السداسية إلى قائد يتابع عمر لاكسيز أي أن رئيس حزب المعارضة الرئيسي كمال كلشدار أغلو الشريك الأكبر للطاولة والمرشح الرئاسي لها يخضع لسيطرة اثنين من رؤساء البلدية بناء على طلب من حزب آخر على الطاولة على الرغم من أنهما منتخبان من حزبه كلشدار أغلو الذي أسس الطاولة منذ البداية فقط لقبول ترشيحه ودعمه يجب أن يتغلب على مشكلة عدم اعتباره قائدا منتصرا من قبل أحزاب المعارضة الأخرى فهو يتصرف بموجب الالتزام بالوفاء بالمطالب الداخلية والخارجية ولكنه يفتقر إلى خطة إدارة محدودة تعزز حقيقة أنه لا يمكن أن يكون قائدا أي أنه يريد الانسحاب من سوريا وإنهاء التواجد العسكري في ليبيا وفقا لمطلب الولايات المتحدة الأمريكية ويريد إيقاف التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط بناء على طلب اليونان فما الذي يمكن توقعه من شخص يعد بإيقاف استثمارات البنية التحتية والمشاريع الكبرى بما في ذلك قناة إسطنبول وإيقاف تشغيل مطار إسطنبول وفقا لمطالب ألمانيا ما الذي تتوقعه من شخص يرعى حزبا يعد الوجه السياسي لتنظيم بككيئة الإرهابي وفقا لمطالب الاتحاد الأوروبي بأي حال من الأحوال هذه ليست قيادة بل يجب الإشارة إليها بمصطلح آخر معاكس تماما يتابع عمر لاكازيز ثاني أكبر شريك على الطاولة زعيمة حزب الجيد لم يعد هناك أي ذكر لعظمتها لأنها بعد أن خسرت مؤهلات المرأة ذات القبضة الحديدية كما يصفونها في 72 ساعة أثناء انسحابها فإن حصة الأصوات التي كانت في السابق عند نسبة 15% تقترب الآن من الصفر فهي غادرت الطاولة السداسية بسرعة مع الإدعاء بأنها طاولة قمار أو طاولة كاتب عدل ولكنها سرعان ما عادت إليها مجددا وهذا يلغي جميع الصفات الجيدة التي يجب توفرها في الشخصية القيادية ربما تم تحذيرها من قبل تنظيم جولن الإرهابي أو تم توبيخها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية فالصفات غير الأخلاقية التي ينسبها أعضاء حزب الشعب الجمهوري إليها وعودتها إلى الطاولة مرتدية ملابس السياسة لا يعزوها الجميع إلى كونها ضحية لهذا الرئيس ولكن إلى عدم كفاءتها وضعفها في حين أن دعوتها لإثنين من رؤساء البلديات من حزب الشعب الجمهوري إلى ساحة الانتخابات ضد رئيس حزبهما لا يشير إلى كسب القوة بين شركائها بل يدل على التوبيخ الذي تعرضت له وعلى افتقارها إلى المبدأ أثناء العودة إلى الطاولة أما بالنظر إلى رؤساء الأحزاب الأربع الآخرين فنجد أنهم لم ينضموا إلى الطاولة السداسية منذ البداية ليكونوا قادة لأنهم لا يعتمدون في سياستهم بأنهم بحاجة إلى قائد على مسعى دموقراطي ومن المسلم به أنهم دخلوا المشهد السياسي بسبب كراهيتهم وحسدهم وطموحهم الذي لا يمكن السيطرة عليه ضد حزب العدالة والتنمية وزعيمه الرئيس رجب طيب أردغان وأنهم في الواقع يركبون حصان الشر من خلال الخلط بين كراهيتهم والسياسة يتنافس زعماء أحزاب المعارضة فيما بينهم للترشيح بأفضل طريقة ممكنة معتقدين أن كلشدار أغلو يمكن اعتباره قائدا عندما يكون مصمما وماهرا وحذقا مثل أردغان وخير مثال عملي على ذلك هو أن كلشدار أغلو وضع نفسه مؤخرا في موقف مضحك من خلال محاولة قراءة الشعر لإظهار أن لديه بلاغة مثل أردغان وبذلك تبين أن أهم الأزمات لديهم أنهم يفتقدون إلى القيادة ولسيما أن الأزمات ناتجة عن معركة أعضاء الطاولة السداسية في سيارة بداخلها ثمانية سائقين يريدون الاستيلاء على المقاعد وسرقة الأصوات من بعضهم البعض ولا تزال مسألة وقت حتى تظهر أزمات جديدة إذن تابعنا معكم ما يتعلق بهذه الأزمة الطاحنة والتي تضرب جبهة المعارضة التركية أو ما يسمى بالطاولة السداسية حيث استعرضها عمر لاكسيز الصحفي التركي والذي يكتب في صحيفة ياني شفق هذه النظرة أو هذا التحليل المهم والذي تحدث فيه بإسهاب عن هذه الصورة التي تريد أن تقزم وتمزق تركيا عبر ما يسمى بالطاولة السداسية هذه الطاولة التي تريد أن يكون لها رئيس وسبع نواب في موقف هزلي مضحك لا يمكن أن يكون هذا الموقف هو الذي تدار به تركيا حالة العجز التي تواجههم من أنهم لا يجدون في صفوفهم من يناظر أردغان أو من يوازي أردغان في الزعامة والقوة لذلك يلجأون إلى هذه الدعامات رئيس ضعيف أو شخصية مرشحة ضعيفة يضعون له سبع دعامات على أمل أن تقوي هذه الدعامات هذا الزعيم أو هذا القائد الضعيف والذي لا يقو على شيء إذن هي أزمة قيادة تضرب صف المعارضة في مواجهة الرئيس رجب طيب أردغان معارضة لا أردغان لهم لا شخصية قيادية لهم لهذا نجد أن مرشحهم كمالك الاشدار أغلو يسعى لتقمص شخصية أردغان يحاول أن يلقي الشعر يحاول أن يتحدث بأسلوب أردغان وبطريقته ولكن هيهات هيهات أن تنجح هذه المعارضة في أن تملأ الفراغ أو أن تدير الصراع لا يمكن لها أن تحافظ على إرث أردغان هذا الإرث الذي أثبت بكل جدارة أنه استطاع أن يبني تركيا في خلال العشرين عاما الماضية وكذلك أيضا أن يثبت دور تركيا في المنطقة والعالم كقوة إقليمية كبرى بل ربما كقوة عالمية صاعدة من خلال الصناعات الدفاعية من خلال التواجد في أماكن الصراع حول العالم والتموضع الهام فضلا عن توقيع الاتفاقية الهامة في شرق المتوسط والتي بموجبها يمكن أن يدخل للخزانة التركية المليارات بل ربما التريليونات من الدولارات نتيجة هذه الاكتشافات الكبرى في المنطقة تابعنا معكم جزءا من آخر التطورات عن العملية الانتخابية والتي توصف بالمصيرية أو التي ربما تكون الحدث الأبرز في عام 2023 في الختام لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر